السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي هذا التعليق تقول المعلقة أو المعلق السلام عليكم دكتور أنا الآن في مستشفى مرض سكر يعني إنه عنده أو عندها مرض سكر تأخذ أربع مرات الإنسولين في اليوم بتقول المشكلة في الفطور بيعطونا خبز وزبدة ومربع بار سكري خبز وزبدة ومربع والغدى مع كارونا ورز نصيحة ربنا يسهل طريقك أنتم متخيلين إخواني هذا في المستشفيات أكل المستشفيات للسكري هايكوا شايفين الفطور خبز وزبدة ومربع والغدى مع كارونا ورز وبدهم نصيحة خواني وأخواتي معظم مشاكلنا الصحية زي ما احنا عارفين وزي ما حكيت كثير هي من الأكل من نوعيات الأكل اللي بنوكله وفي مشكلة ثانية شو هي الأطبة بعض الأطبة بعض الأطبة الملقنين اللي حتى ما بيستخدم عقله وبيفكر شوي قبل ما ينصح المريض أو الإنسان اللي بيشكو من السكري أو ضغط الدم أو غيره الناس كل الناس عندها ثقة عالية في الطبيب طبيب مش طبيب شو ما بيقول الطبيب احنا ما بنناقشه ما بنقوله انت كلامك صح أو غلط مهما كان احنا عارفين انه صح أو غلط أو ممكن عنا شك لكن ما بنناقش الأطبة أول ما تروح له عندك شوية سكري مرتفع شوية بعطيك الدواء الأول متفرمين خمسمية بعدين برفع لك ايها لثمانمية وخمسين بعد هيك بعطيك دواء ثاني ودواء ثالث ودواء رابع طيب ليش الأزوية بتزيد ما بتنقص يعني المفروض انه الطبيب هذا يعطيك دواء يحل المشكلة يساعدك لكنها بتزيد ما بتنقص وبعدين بتبطل تنفع بيصير الإنسان بده ياخذ أنسلين كل يوم مرتين ثلاثة أربعة خمسة حسب الحالة ليش الأدوية بتزيد وما بتساعد ما بتنقص يعني مثلا نقول انه هذا السكر ينزل صار طبيعي صار تمام ترك الإنسان الأدوية مستحيل وإحنا ماشيين على نفس هذا النظام اللي بوصفه إلنا والمشكلة انه نصائحهم بتجيب خراب البيت يعني بتخلي السكر يرتفع للسماء واللي ما عندوش سكري بيجيله سكري في تعليق أنا رفعت فيديو مخصوصه بسببه هذا التعليق بيقول لي وصف للدكتور كذا وعطاني إنسولين وعطاني كذا ووصف لي الغذاء تبعي اللي عبارة عن خبز وما خبز وتفاح وبرتقال وعدس ويعني من الأمور وحليب وكل الممنوعات هذه وجبة لمريض السكر ولما رفعت الفيديو هذا أنا أذكر أنه الناس اللي كانت تتعلق بتقول لا يعقل لا يعقل إنه طبيب يوصف هذا الكلام يعني الغداء مع كورونا الصبح افطار خبزتين قطعة بطيخ كاسة حليب الصبح يعني بيقولوني الناس يعني ما بين مكذب ومصدم مستحيل إنه يكون فيه ناس بتوصف هيك للسكري مستحيل طيب تمام هاينا بني نشوف طبعا ما بستغلب إنه بنصحه هيك إذا فيه وزارة صحة في إحدى البلاد العربية وزارة الصحة المسؤولة عن الصحة بتقول لك هذا دليل الطبخ الصحي لمرضى السكري شوفوا الأكلات اللي فيه ما شاء الله ومين اللي مألفه بيقول لك نخبة من الدكاترة والأساذة الدكتور فلان والدكتورة علانة والدكتورة فلانة والدكتورة علانة والأستاذة فلانة هذول اللي مألفين هذول كلهم في مراصب عليا في وزارة الصحة في ذلك البلد وطبعا ما بستبعد أنا وجود نفس الشيء هذا في كذا بلد سواء كان بلاد عربية أو بلاد أجنبية هذا موجود هذا تلقين تلقنوه من قبل أربعين سنة ولسه شغالين عليه شوفوا عليه هذه وجبة قال إيش مقبلات لمريض السكري هذه في الكتاب موجود طبعا الرابط رح أحطه في صندوق الوصف الكتاب هذا ممكن تحمله وتشوفه وطبعا رح أنزل أنا كل أكلة قالوها في هذا الكتاب رح ينزل فيها فيديو أو عليها فيديو عشرة من الجزر هذا مش واضح هم عشر حبات جزر لأنهم حطين شرائح عشرة من الجزر شرائح لو بدي يقول شرائح بس لو كان قال عشر شرائح جزر أنا هيك بدي أحسنها عشر حبات جزر واحد ونص ملعق الطعام سكر خمسطعش أو عشرين غرام سكر كوبين ماء ثلاث ملاعق كبيرة طحين كمان ثلاث معالق سكر كمان عشرين غرام سكر صاروا أربعين غرام سكر عندنا هيك ربع ملعقة من فلفل أسود مع ليوش غبار جونست الطيب أربع أكواب من الحليب خالية الدسم هذه مصيبة أربع أكواب من الحليب خالية الدسم هذه عبارة عن ميا ولاكتوز عبارة عن اتنعشر معلقة سكر صار عنا في هذا الطبق خمسين ملعقة سكر قلوا لي هذا يصلح هذا يصلح لي مريض السكري إشي بشيب إشي بشيب الرأس بعدين أكل ثاني هاي الإفطار شو هي مناقيش الزعتب بيقول لك بدك كوب ماء نص ملعقة شاي سكر حبيبات ملعقة خميرة ثلاث أكواب دقيق ثلاث أكواب دقيق كل كوب نعتبره مية وخمسطعش هذول تقريبا ثلاثمية وخمسين غرام دقيق هذول يعني على الأقل ميتين وثمانين غرام سكر ميتين وثمانين غرام سكر لمريض السكري وليش السكري بيزيد عشان هيك عشان بنستمع لهذا الكلام وبنسمع لهذا الكلام واللي بستغرب له إنه هذا الكتاب صدر بالألفين وستطاعش يعني عمره خمس ست سنوات أو سبع سنوات يعني المفروض اللي يألف هذا الكتاب يكون واعي وما يحط للإفطار والحلويات اللي هو البانكيك هذا الشطائر مع الزبدة ومع العسل وما يحط للهريسة الأردنية هاي الهريسة اللي هي السميد والقطر والأمور هاي كل حلويات والكيك هذا كله لمرضى السكري دليل الطبخ الصحي لمرضى السكري صادر عن وزارة الصحة أنا كيف ما بدي أصدق كإنسان بتتبعه المسكين يأكل والسكري دائما في ارتفاعه عمره ما رح ينزل حتى لو أخذ كل أدوية الدنيا لأنه هذا مصيبة ومشكلة وأي ساعة وأي لحظة بتاكل منه رح يرفع عندك السكري وهذا إن شاء الله الرابط اللي تبع الكتاب عشان يتحملوها هحطه إن شاء الله في صندوق الوصف وعندي نصيحة إخواني وأخواتي نصيحة لا تضيع صحتك أو حل مشكلتك لسبب خمس دقائق أو عشر دقائق أو حتى ساعة أو ساعتين ما بينفع أي فيديو بتضغط عليه سواء في قناتكم هذه أو قناة أخرى شاهد الفيديو تعلم خذ المعلومات يمكن يكون حل مشكلتك أو مشاكلك في هذا الفيديو ونصيحة أخرى احمي نفسك وأبنائك وعائلتك وابدأ الآن ابتعد عن السكر وباقي الممنوعات المذكورة في معظم الفيديوهات اللي موجودة في القناة معظمها يعني بقول تسعين في المئة منها موجودة هاي الممنوعات يا تسعين يا ثمانين في المئة ولا تتناول إلا طعام حقيقي واللي بيسألني شو هو الطعام الحقيقي الطعام الحقيقي اللي ما عليه ليبل ما عليهوش ليبل ما في عليه ليبل هذا طعام حقيقي أما هذا اللي عليه ليبل فما هو طعام يعني ما هو أصلا مش طعام وضرره أكثر من نفعه الطعام الحقيقي اللي أنت بتحضره أو بتطبخه في بيتك وبتوكله أنت وعائلتك في يوم في اثنين في ثلاث مش يقعد على رفوف سنوات هذا هيك بيكون طعام حقيقي ولأخواني وأخواتي المدمنين على الأكل ولا يتحد السكري عندي لكم سؤال متى ستبدأ بتحدي السكري متى ستبدأ بترك كل هذه المأكلات اللي بتجيب لك الضرر ما بتنفع هي شكل كأنها طعام لكنها مش طعام هذه ضرر ويا حب ذا إذا بتمارس الرياضة في الجيم إذا استطعت أو رياضة الجري وعلى أقل تقدير المشي واللي بيزهقوا من صوتي أعطيتكم الخلاصة أما إذا حابت تعرف شو رح تستفيد وشو رح تتعلم في هذه القناة فتابع وشاهد وإن شاء الله ستجد الإجابة أود أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا إلى هذه القناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسم ونحن في هذه القناة لا نقدم المعلومات فحسب ولكن نغير حياة الناس للأفضل طبعا وممكن في بعض الأحيان أن ننقذ الأرواح فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة لك وكنت تعاني من أمراض العصر كالسكري أو ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأعصاب أو تريد تخفيف الوزن الزائد والدهون في جسمك وتحمي نفسك وعائلتك من مضاعفاتها المرعبة وتقلل من الأدوية أو حتى تتخلص منها نصيحتي أن تشترك في هذه القناة وتشاهد أكبر عدد ممكن من الفيديوهات لسبب وجيه وهو أنه في شيء أهم من اللي رح تستفيده من أي فيديو الأهم أنه شو رح يفوتك إذا ما بتشاهد هذه القناة سوف تعلمك علم الطعام وهو ما يوجد في الأطعمة من ساعة ما تطلع من الأرض إلى أن تصل إلى فمنا ويعلمك علم التغذية ألا وهو ما الذي يحصل في جسمك بعد تناول هذا الطعام أو ما الذي يحصل لهذا الطعام بعد أن يدخل إلى جسمك إلى أن يصل إلى الخلية وستعلمك أيضا كيف تصبح طبيب نفسك بمعنى أن لا تزور طبيب وكلها نصائح من تجربة الشخصية ونجاحي بحمد الله مع مشاكل العصر الصحية وتخفيف وزني 27 كيلو في ثلاثة أشهر ورابط فيديوهات قصتي في صندوق الوصف والتي ستعطيك نتائج ممتازة إن شاء الله واعتمادي على الله جل وعلا وعلى مجموعة من أمهر وأصدق الأطباء والجراحين وعلماء التغذية في العالم أولهم هو الطبيب اللي دلني على هذا الطريق ألا وهو جيسون فانغ الدكتور جيسون فانغ من كندا صيني يعيش في كندا ومن أشهر كتبه The Cancer Code The Mates Code وأوبسيتي Code والدكتور جون يدكن من بريطانيا وهذا كتابه Pure White & Deadly هذا كتاب مهم يشرح حقيقة السكر والبروفيسور تيم نوكس من جنوب أفريقيا وهو معروف بتحدي النماذج الشائعة والقديمة في مجال الطب والتغذية له أكثر من 750 مقالة علمية وبحث علمي وتم الاستشهاد بكلامه في أكثر من 16 ألف بحث طبي وعلمي والبروفيسور دكتور روبرت لستيغ من أمريكا أخصاء الغدد الصماء وأستاذ طب الأطفال ومن رأيي وبرأيي الشخصي هذا الكتاب متابوليكل هو بالنسبة لي من أهم كتب الطب اللي يجب الإطلاع عليها من جميع الناس وإن شاء الله رح نعطيكم ملخصات هذه الكتب في هذه القناة وكلهم وما يقارب 1900 طبيب آخر من جميع أنحاء العالم حدفهم واحد ألا وهو تغيير ما فعل هذا الطبيب عام 1961 واللي ضيع وأهلك البشرية وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا مننا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة